السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار الرئيسة من قناة اليمن الفضائية من اليمن أهلا بكم وإلى التفاصيل بعث الأخ محمد علي الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا برقية تهنئة إلى جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان بمناسبة احتفالات الشعب العماني الشقيق بيوم النهضة العمانية الثالث والعشرين من يوليو جاء فيها ببالغ السعادة والفخر والاعتزاز يسرني تهنئتكم باسمي ونيابة عن قيادة الثورة والشعب اليمني بمناسبة احتفالات الشعب العماني الشقيق بيوم النهضة العمانية الذي أصبح علامة فارقة في التاريخ العربي للتقدم والنهضة والازدهار وتجربة حية لشراكة الشعوب في التنمية والتطوير والاستقلال وصناعة التغيير الحقيقي الملموس من خلال بناء الإنسان كما أننا والشعب اليمني نحمل كل مشاعر الاعتزاز والتقدير لمواقفكم الاخوية الصادقة والنبيلة التي تمثلها سياستكم الحكيمة في السياسة الخارجية وإدارة الأزمات والتدخلات العالمية لعمان المشهود لها ومواقفكم التي لن تنسى مع الشعب اليمني وآخرها الموقف الحر والصادق فيما تعرضت له اليمن من عدوان وتحالف ظالم بروح من الصدق والإخلاص والمحبة من الجميع والدفع الدائم بعملية دور العدل والإنصاف وقيم الدين والإخاء والجوار والقيام بواجب استقبال الجرحة وتسهيل نقلهم وحصولهم على العلاج والخدمات ومتحملين في سبيل ذلك الكثير مما لا يوصف أجدد لجلالتكم التهاني بهذه المناسبة الغالية على كل يمني وعربي ومسلم سائلني المولى عز وجل أن يكلل كل أعمالكم ومبادراتكم بالنجاح والسداد وتفضلوا بقبول أسماء آيات الاحترام والإجلال